الفقرة دي فقرة أنا بشوفها يعني فقرة تدي أمل فقرة فيها فخر فقرة فيها يعني ناس كتير قوي لما بتتابع أخبار كتيرة ويبقوا حرسين الأخبار اللي ملاش لازمة لا فيه أخبار لازم نتابعها ونشجع ولادنا ونشجع ولاد بلدنا ونحييهم على الحاجات اللي بنسمعها لأنها حاجات صعبة الفقرة اللي معاية دي لطالب وشاب عمره 22 سنة اسمه أحمد محمد عبدالتواب دياب ودياب أهم حاجة عشان ده اسم الأب الأب ده كان أب مثالي والشاب ده لعيلة أخذ جايزة الأب المثالي وأم أخذت الأم المثالية والأم اسمها وفاء أنا حب أقول اسمها جدا وفاء أمين أحمد يعني الاتنين دول خرجوا الشاب الجميل ده أول مصري وعربي يتأهل للتصفيات النهائية لجائزة مهمة جدا جائزة لستيفن هوكينج وستيفن هوكينج ده شخصية في حد يعني لوحدها كده يعني تستحق حلقات وحلقات هذا العالم الخاص بالفيزياء والفلك واللي كان عنده مشكلة هو كمان هو عنده 22 سنة وقالوا له يعني أنه مرض وجسمه تشلق أو يعني حاجة من النوع دي وأنه مش هيكمل يعني دمور العضلات اللي عنده على شلل يعني القصة يعني يمكن ترى يعني ناس كتير قالوا يعني حاجات كتير فيها ولكن في النهاية هو تحدى كل ده وتوفى وهو يعني في السبعينات من عمره تحدى بالعلم وتحدى عشان كده هو توفى أعتقد في 2018 وكانت الجائزة دي باسمه أنا مش عايزة أخد كلام كتير أنا عايزة أتكلم مع الشاب اللي منور في الستوديو ده جنبي وهو أحمد محمد عبد التوابدي بشوف حفظت اسمك كله أحمد مساء الخير يا أحمد مساء الخير على حضرتكم مساء الخير على كل سادر المشاهدين مساء الخير ليك أحمد قولي يعني أنا الجائزة مش سهلة وكان فيها تصفيات تقدم أكتر من خمس تلاف باحث أو خمس تلاف شخص للجائزة دي أنت أصغر واحد حصلت على الجائزة كلمني إزاي ده حصل تمام في البداية عرف نفسي أحمد محمد عبدالب دياب من محافظة بنسويف بكراريوس علوم زرائي جامعة الفيوم باحث علمي في مجالة الطاقة المتجددة وفي مجلس علماء مصر الجائزة في الأول إحنا لما جئت اشتركت فيها دي تعتبر مش أول جائزة لا بلا يعني دي كانت في نهايات الجواز اللي شاركت فيها لنا بفضل ربنا شاركت فيه ما يقرب من مئة مؤتمر وجائزة ومعارض دولي ومحلي في مجال السيئنس بسفة عامة فجائزة ستيفن هوكينج كانت من ضمن الجواز اللي سنة 2020 قبلها كنت حاصل على جائزة ويليم هيرشا البريطانية مكتشف الأشياء تحت الحمراء وده بسبب البحث في مجال الأشياء فالمجيد تقدمت على ستيفن هوكينج بسيط أول حاجة على الشروط ليتمن ضمن الشروط أنها لازم نكون أعضاها هي التدريس أول حاصلين على جائزة ريكو الأمريكية جائزة ريكو دي صعبة جداً أقول للمشاهدين أن الحصول على جائزة ريكو دي في حد ذاتها دي حاجة مش سهلة تمام جداً لأنها بتؤمنها كل سنة تلت شهادات بس على مستوى العالم في مجال التمية المستدامة فكان بفضل ربنا طبعاً الحمد لله أن أنا حصلت عليها سنة 2016 جائزة ريكو فكان دي تعتبر الصغرة الوحيدة اللي أقدر شارك بيها في سنة 2020 جائزة ستيفن هوكينج شاركت في الجائزة بدأوا يعلنوا عن أول أو المرحلة الأولى عدد الحصول عليها أو عدد المتقدمين فيها من البحثين أو الأبحاث كان 20 ألف بحث ثم طبعاً فرحتنا تلقت من المرحلة الأولى يعني ضمن المرحلة الأولى يهد شورت لستي يعني اختيار 4-5-5-5-6-1 هذا كان فيه أكثر بعد كذا ثم المرحلة الثانية كانوا 5-7-100 بحث تم اختيارهم من الـ 20 ألف فأنا قلت يا رب أنا راضي باللغة الإنجليزية نحن نقدم الأبحاث طبعاً بس بتتراجع طبعاً كبيبر بتتنشر وكمان بتشال منها حاجات كتير بس هي كود عشان همم يعرفوش الشخص ده ينتمي أنهي دولة أنهي لون عشان ما يبقاش فيه أي مصرية يعني بيسيبوا بيقيموا البحث زي ما هو وده بيبقى أونلاين يعني تحكيم أونلاين بيبقى فيها بالضبط عشان الكورونا بس فبدأنا بعد كده أنا قلت يا رب أنا الحمد لله راضي أين كانت النديجة فأنا راضي أن أنا وصلت إلى المرحلة الثانية فجاتت بقى المرحلة الثالثة الحمد لله وتم تبليغي أني من دون المية اللي تم اختياره من ال5000 و700 وإنت بتتكلم كلمني على الصورة دي الصورة الفادق كانت دي صورتك طبعا دي كان كونسبتي إيجبت اللي نشر كان لسه نشر عني ده الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعتي وعضو الكونجرس العالمي لعلوم الأرض والقبل روحي اللي جامعت الفيوم ما فيش حد في جامعة الفيوم إلا يعرفه أنه دعم للبحث العلمي في جميع المجالات كلها فطبعا هو كان سبب من دون أسباب أن أنا شارك في أكتر من 60 مؤتمر وأن أكون متحدث في المنتدى الأول للتعليم العالي والبحث العلمي وهو ده دور الأستاذ يعني يا جماعة هو ده دور الأستاذ يعني أنتوا شايفين صورة تجمع في العلم بين الأستاذ والتلميذ يعني حاجة فخرة يعني إذا كان هذا الأستاذ العظيم لكلنا طبعا عارفينه وكمان التلميذ يتفوق بدعم من الأستاذ الصورة دي الحقيقة بالنسبة لي أنا والصورة دي متأخذة لسه يعني في مناسبة من أهم المناسبات كان لسه بزبط يعني قبل العيد بأربع تيام كانت في التصفيات النهائية أو اللقاء القيم السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجمهورية كنت من ضمن الاتنين على مستوى جامعة الفيوم ثم تم اختيارنا من ضمن الستة في مرحلة النهائية والحمد لله جامعة الفيوم طبعا حصلت على مركز الأول بكادة صديقي دكتور عبد الرحمن سعيد ما شاء الله بص أنا أنا سعيدة جدا بكل اللي بتقوله بس أنا عايزة بقى إيه أبصت للناس إنت خدت الجايزة إيه بقى البحث فيه إيه يعني بصت كده للمشاهد لشان إنت إيه راجل تلوتي عالم صغير وإن شاء الله تبقى عالم كبير جدا فبصت للناس إيه الجايزة بعدين أعرف منك شوية أخبار عن تلقيد بقى الخبر إزاي تمام جدا هو بعد الجايزة البحث أنا أتكلم أول حاجة عن البحث تمام البحث هو بورة عن خلايا الخلايا دي نقدر نقول أنها تحل المشاكل اللي كنا بنشوفها في الخلايا الشمسية حركة طبعا أعرف أن الخلايا الشمسية هي الخلايا اللي بتنتق قاربا بشكل نظيف وبشكل كويس جدا وصديق للبيئة لكن إحنا في البحث العلمي بنشوف أنها أكبر عقبة ليه نحنا؟ لأنه يكفي إحنا كلما نشوف منتج مفهوش كلمة صنعة في مصر ده بيبقى تحدي عندنا إن إحنا زي نصدنا حاجة صنعة في مصر فأول حاجة دي بقى استطلاق أنا عندي النبات بمتصدوء الشمس في عملية البناء الضوية تمام؟ وعندي الخلايا الشمسية بتمتصدوء الشمس دي كانت بداية الفكرة اللي في النبات بمتصدوء الشمس زيها الخلايا الشمسية فطلعت أني سابغت تكونوا فيهم يعني أنت بدأت من النبات من النبات وفتت حديدي كمان أرتها معلومة في كتاب العلوم بس أنت بحث وده على فكرة الكلام اللي بتقوله أنا بوجهه لكل طلاب السنوية العامة ده الجهاز بتاعك ده في الآخر المنتج النهائي أو مقابل النهائي ده الشريحة اللي نقدر نقول إن شاء الله إن هي هتحل مشاكل كبيرة جداً أول حاجة تعتبر أول شريحة مش على المستوى الشركة الأوسط على المستوى العالم بيتم تصنع خلية حرارية بتنتقى كهرباء 24 ساعة كهرباء بالليل بقى كهرباء بالليل يعني كمان يعني إننا خلية الشمسية وكنت بنتك على ضوء الشمس فبخزن بالليل في بطاريات فبكلف على المواطن تكلفة تانية تكلفة البطارية بالضبط أنا خلية كفائتة أعلى ومعتمدة على الأشياء تحت الحمراء فبنتك كهرباء 24 ساعة بالإضافة أن أنا مش محتاج أصلاً ضوء الشمس فأنا أصلاً في ضوء أو ما فيش ضوء بنتك كهرباء تمام؟ وهم حاجة عندي التكلفة لأن أنا عندي المنتجات اللي خلية الشمسية كتبصتنا فده ممكن ينفع للنبات للسوب أنا معي شريحة بنتك بقى كهرباء 24 ساعة كنت لديت ساعة مع الدكتور محمد شاكر وزير كهرباء حصل مكالمن مع لي وحصل استقبال في مكتبه وروحت لديت فيه منقشة كبيرة جداً من يعني المسؤولين عن الطاقة في مصر تمام؟ ورأسان المحطات اتناقشنا حوالي ما يقرب من النص ساعة بالضبط خدت معي الشريحة اللي أنا صنعتها والشريحة اللي احنا مستوردينها من بره تمام؟ وقالت له معالي الوزير احنا في نفس الغرفة هنقص دي وهنقص دي ونفس الحجم قاسر خلال شمسية وقاسر خلال حرارية حط حاجة غطى أو كرتون أو ورقة على خلال شمسية ما طالتش الكهرباء حطت على خلال حرارية طالت كهرباء زي بتاع خلال شمسية بتاع في وقت الظهر فدي حاجة بالنسبان كويسة لأن حلمنت الكهرباء بشكل مستدام قالت لي بقى يعني وزير الكهرباء بعدها بس راح قال لرأساني ومحطات الكهرباء وقوموا شوفوا قوموا شوفوا اللي أنا أومار أشوفوا فقلت لي يا فندم ده نتيجة بحث سبع سنوات ولسه ما زلنا فيه استمرار لأننا باصص برضو لرؤية مصر عشرين تلاتين احنا عملنا مصالح جديد كان عندنا الطاقة المنتجددة دلوقتي عملنا الطاقة المستدامة فكرة الاستدامية أنا عرفت كمان أن انت حتى الخلايا دي ممكن تستخدمها في طبطين الغواصات هي بتستخدم في جماعة كل حاجة حالين يعني حتى ممكن في الأجلزة في المعدات في حاجة الجيش في حاجات كثيرة احنا آخر تاكروبتين طبعا احنا بس في لسه بعض الحاجات متوقفة بسبب عدم توفر المواد الخام لكن احنا ان شاء الله الفترة اللي جاية ان شاء الله يعني هنستجمل بعض التجارب بإذن الله بحيث ان احنا هننتج حاجة تابعة نالو بارتكال مش محتاجين فيها بطاريات التخزين هي بأزيتي مش محتاجين تكلفة على المواطن ان احنا منبص الكفاة وتكلفة انا ممكن اعمل لحضراتك حاجة قويسة جدا بس مكلفة على حضراتك فانا بشوف اللي اتنين والاهم من ده كله ان هي صنعة في مصر وده الهدف الرئيسي انا سعيدة بيك جدا اولا سعيدة بيك اولا لانك خريك كلية الزراعة وفخور بانك خليك كلية الزراعة انك متفوق وانك يعني ممكن تحضر وتكمل وتبقى حاجة نبيغة كده بالنسبة لنا وكل الطلاب بتوع السنوية العامة اللي دايما يشوف ان الكلية لازم تبقى طب وهندسة سوفوا خريه كلية الزراعة انا حابب بقول له جملة او حاجة بالنسبة لطلاب السنوية العامة لان انا لما جيت دخلت لكلية الزراعة لقيت ان كتير قوي ببص لكلية الزراعة بمنظور شاهدة والسلام اه ومش انها مش كلية كمة مع ان لما جيت انا دخلتها لقيت ان انا عندي محافظ بانيسوف الاصبك دكتور سيمير سيفيليازل واستاذ البستين بيشرح لنا مؤسس الارجانيك او الزراعة الارجانيك على مصول العالم بيدلنا نواب في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب بيدلنا عضو الكونجرس العالمي موجود فهي الفكرة كلها انا مش في كلية زراعة ولا كلية عندسة ولا كلية طب كل كلية مهمة وكل بكمل بعض طبعا يعني قل لي اولا يعني بحيي اسرتك الكريمة لا اكيد الناس المثاليين دول لازم يطلعوا يعني طالب مثالي لكن قل لي بقى بما انك انا عايز اسميك الباحثة المصري الشاب بجد كلنا فخرين بيك بس قل لي تتمنى ايه ايه الحلم بتاعك او انا طبعا في البداية هدفي ان انا انا اشوف صنعه في مصر مش بس في مصر لا علم وصول العالم لكن انا حابب ان الفكرة يتم يعني يعني ان هي تبدأ يعني يكون فيها خطوة كويسة او يتم النظر اليها بشكل افضل طبعا عشان حتى ننهي التجارب لان ان الهدف بتاعنا مش جايزة عمر ما ايه حد هدفه كان جايزة قدم الهدف ان هو يتم التطبيق الارض الواقع فانت هدفك انه يعني امنيتك ان يتم تطبيقه تاني حاجة ايه اللي انت عايزه من الدولة من دولتنا دي انا بصراحة يعني بتمنى طبعا ان انا انا طبعا اخليك كل ازرعه لكن انا يعني حلمي وشغل كله في مجال الطاقة فطبعا انا بسأى ان شاء الله ان انا يعني احصل على منحة او سكولر شب ان انا اكمل في مجال اللي انا بحبه عشان الخاطر انا بقى متميز فيه تبقى موجود في الطاقة انا شايف بابا وراء الكاميرات كده وان شاء الله هسلم عليه وحيه وصورك منورة وانا سعيدة بك جدا يا احمد وإلى الامام وان شاء الله يعني انا متأكدة انه هيتم تكريمك يعني كتير الفترة اللي جاية انك تستاهل اكيد وتعمل حاجات مشرفة وان شوف المنتج بتاعك ونبقى عارفين ان المنتج ده صنع في مصر ويكون خاص بيك الباحث بقى احمد محمد يكون خاص بيك بشكرك جدا انا بشكر حريك جدا ووجه برضو شكر لأسرتي اللي يعني دايما سنداني والأصدقائي كلهم مغير مذكر طبعا اسمائي لان كلهم يعني بيدعموني حتى الناس فيه ناس ما عرفهاش وانا جاي النهاردة بيكلموني احنا مستنيينك النهاردة فشكر لكل شخص بيدعمنا ودعواتكم من الجنزة ان شاء الله يكون مصري ان شاء الله كل شيء يكون مصري بشكرك جدا يا احمد ويعني شفتوا بجد فيه حاجات حلوة في بلدنا يعني فيه حاجات تستحق كده ان احنا نبقى يعني عندنا سعادة بياه فيه بيوت بتربي فيه بيوت بتخرج مواهب فيه بيوت مهمومة بان ولادها يتعلموا ويقدموا يقدموا ابحاث باسم بلدنا ويبقى الشاب مهموم ان عايز بحثه ويبقى مكتوب عليه صنعة في مصر مصر جميلة ومكملين معاكم التاسعة عودوا الينا بعد فاصل قصير اشتركوا في القناة